موسيقى مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم في حصة جامعة التكوين المتواصل نباشر بأخبار المجلاء بعد الفاصل موسيقى مذكرة نهاية التكوين بين البحث المعرفي الأكاديمي وبناء الشخصية المهنية كان موضوع الملتقى الذي نظمته المدرسة الوطنية العليا للأساتذة ببزرعة لتقريب طالبي من عالم الشغل ابتسام حارش أعدت هذا التقرير موسيقى يقوم الطلب في نهاية مشوارهم الدراسي بإنجاز مذكرة لنهاية الدراسة لكن كيف يتم اختيار ومعالجة الموضوع وما هي المنهجية التي يتبعها هؤلاء في دراسة الموضوع المختار العديد من المدخلات تعالج قضية مذكرة نهاية التكوين سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون من حيث الآليات التي ينبغي أن يتسلح بها الطالب الباحث في كيفية تقييم هذه المذكرات في كيفية معالجة المسائل العلمية الأكاديمية التي تعالجها المذكرة من أجل نظري في مدى نجاعة هذه المذكرات وكيفية تقييمها وتقويمها قامت المدرسة الوطنية العليا للأستداب ببزرعة بتنظيم المتقى وطني حول البحث المعرفي الأكاديمي وبناء الشخصية المهنية مذكرة التخرج هي بحث مبدئي يقوم به كل طالب في نهاية دراسته السؤال كيف تقيم أو كيف تقوم المذكرة طبعا لدينا شبكات مختلفة في جامعات مختلفة ولكن مبدئيا في المدرسة العليا للأستداب القبة لدينا شبكة معينة وفقها يتم تقييم أو تقويم مذكرات التخرج لجميع التخصصات الموجودة بالمدرسة العليا نحاول نوجد العلاقة بين المرحلة الأكاديمية التي تلقفها الطالب للمعلومات وربطها بالمثال المهني الشغل هو توقعات المثال المهني كيف يكون يسمى أن الطالب يخذ المنهجية التي سيطلق بها الطالب باعتبار أننا نخرجه هنا هي الطالب أستداب من خلال ممارسة في إعداد مذكرة نهاية التكوين أنه يأخذ خبرة أو يأخذ منهجية كيف يتم تدريس ونقدرون مفصل بين المرحلة الأكاديمية والمرحلة المهنية أكد الأستداب المحاضرون من خلال هذا الملتقى على إلزامية مد جسور التواصل بين البحث المعرفي الأكاديمي والمجال المهنية يعتمد طلبة التخصصات العلمية على الكتب التي ترفقهم في دراستهم وتعميق معارفهم خاصة التطبيقية منها عن الكتاب العلمي تحدثنا فاطمة ظهر عماري تعتبر الكتب من الوسائل التعليمية التي تلعب دورا أساسيا في ثقافة كل إنسان بل وبناء ثروته المعلوماتية كما أنها الوسيلة التي يشغل بها الشخص أوقات فراغه ويعتمد تصنيفها على نوعية المعلومة أو الفكرة التي يقدمها التي تقصد فيها القراءة من أجل البحث عن معلومة معينة والتي تكون شاملة في معالجتها وترتب محتوياتها بطريقة يسهل الوصول السريع للمعلومات فاستطلعنا الطالب حول هذا النوع من الكتب كوني طالبة في المجال الطبي أرى أن الكتب العلمية أصبحت بوفرة عكس قديما كانت نادرة وهذا ما جعل للطالب صعوبة في تقدم في دراسته وإيجاد المعلومات التي يحتاج إليها فأنا في أمس الحاجة إلى كتب علمية بالدرجة الأولى التي سوف أستند إليها لاكتساب معلومات واستخراج معلومات خارجية والتي ستساعدني في إنجاز فروضي أو كتابة مذكرة تخرج عند إتهاء من الدراسة لفرص في الدراسة بالإضافة إلى أنه يساعدني في الحصول على معلومات جيدة وأيضا استعمله في المذكرة التخرج الكتب العلمية المبنية على الحقائق التي يقوم الباحث أو العالم بكتابتها ويشترط في كتابتها أن تتوفر لديه المهارة في شرح بعض الموضوعات الصعبة بحيث يسهد فهمها من قبل القارئ الجديد للمواضيع العلمية عن تأليفها ونشرها وإعدادها يحدثنا القائمين على هذا المجال الطالب العلمي في الطيب هو طالب يجب أن يكون الظاكرة تكبر يعني لديه تخصصات يجب أن يكون المعلومات وكيف يجب أن يكون المعلومات وقدرنا بيداغوجية مرافقة الطالب في الطيب تقريبا من سنة ثانية نقول من سنة ثانية ثالثة حتى وين الكون القارئ الجديد حتى وين يكون طبيب 後下 في الماء المغلوس Dante ثانية ثانية definitive كيف يAME إ شرح نزاوه الكران على المغلوس hostile ثم أكثر بين ثانية ثانية ثم ينحن للأسائية يجب أن تستطيع الشيطات ثم يعمل لديه rutيجية determination السفر�аз causedشر headed المؤمنات الخليمة عدbarية المغلوسة مسafيس Nissوحي وعلى ايضاً الكتاب العلمي الكتاب العلمي هو ذلك النبراص والدليل الذي يوجهه ويساعد الطالب طوال مدة دراسته ويمكنه من فهم الدروس العلمية الدقيقة بمصطلحاتها وخلفياتها العلمية المضبوطة تقوم وحدة الطاقة الشمسية الحرارية والجيوحرارية بمركز تنمية الطاقة المتجددة بتطوير الأجهزة التي يقدمها الشرك الاقتصادي عبر إخضاعها لعدة تجارب التفاصيل مع حانا هارون تعد وحدة الطاقة الشمسية الحرارية والجيوحرارية بمركز تطوير الطاقات المتجددة المحطة الوحيدة على المستوى الوطني والتي تقوم بعدة تجارب وتحليل لمختلف الأجهزة الحرارية التي يأتي بها الشرك الاقتصادي بغية المصادقة عليها مع المحيط الاقتصادي بعدة مراحل أبرزها الضغط المائي وهي مرحلة مهمة جدا للتأكد من صلاحية المحطة العيينة نقول لكي تطوير الطاقة المالية لن يمكنك تتحليل طاقة كم تطوير طاقة المحطة الثانية تتمثل في الضغط الهوائي لماعرفة نسبة المستوى الحراري دخلوا في الأنابيب هذي الضغط الضغط هوائي والضغط الهوائي هذي راح يدخل في هذي الجهاز اللي هو واحد فاصل خمسة في الضغط اللي يعطيهونا للشرك الاقتصادي اللي يحبش نقوموله بتجربة هذه ونعطوله ونعطوله للاسيغتيفيكاسي يعني احنا مثلا إلعطانا مثلا الستة يقولنا هذا يلحق حتى الضغط جزكا سي بار ستة بار احنا نضربه ستة بار في واحد فاصل خمسة باش نشوفوه الى في تسعة بار يعني يتمكن يقعد يقعد يسيكلات بار اعطاء نظرة نهائية عن اللوحة الشمسية وفق برمجيات حاسوبية ومخططات بيانية هي المرحلة الاخيرة التي من خلالها تتكون صلاحية الجهاز املا كونستركتور كي جي مثلا يقولنا هاك سينا هاد الكابتور هاد المسخن تعلمه لازم نعطيوله مثلا نعطيوله فيش تيكنيك ولا فيش تيكنيك هادي فيها فيها معنى استادير عامة وهاد المعلومات هادي عندنا انستاشون تيرمو ديناميك تيرميك استادير انستاشون ميتيولوجيك فيها مثلا الريح الرياح كيفاش تضرب عنده خطر الريح كي تضرب الريح على الكابتور هو يبردها وكذا وعندك الانسيدونس تعلينيرجي صولير استادير الريح المنصولير شحال شحال الطاقة الشمسية التي تضرب فيه في الكابتور مثلا وهذا انستانطاني وتبقى وحدة الطاقة الشمسية الحرارية والجيوحرارية من الوحدات البارزة والفاعل على المستوى الوطني باعتمادها مقاييس تتماشى والمعايير الدولية في المصادقة على مختلف الاجهزة الحرارية تتأثر المنتجات الصيدلانية بمجموعة من العوامل كالضوء والحرارة والبرودة لذا يقوم الصيدلانيون بمراقبة هذه الأدوية لضمان جودتها وفعاليتها تابعوا هذا الروبرتاج المنتجات الصيدلانية مواد تستعمل في التغيير أو معالجة الأنظمة الفيزيولوجية الخاصة بالمريض تأخذ عدة أشكال صلبة كالحبوب والأقراص سائلة كالقطرات والشرب أو على شكل مراهم تقوم المخابر بمراقبة المواد الصيدلانية قصد تجنب الخضورة التي تنجم منها فما هي مراقبة المواد الصيدلانية؟ مراقبة المواد الصيدلانية تتم بحسب معايير هذه المعايير مسجلة في ملف هذا الملف يكون مسجل عند وزارة الصحة لمراقبة هذه المنتجات الصيدلانية يقوم مخبر مراقبة المواد الصيدلانية بمجمع صيدال بعدة خطوات المخبر تعنادوك يقوم بتعيير المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الدواء المواد الانترميديار وهناك مواد نهائية ويجب أن نعلم بأن حتى دواء يخرج إلى السوق الوطني وتناول المريض بدون المراقبة النوعية للمخبر كل واحدة من وحدة صيدلان يقوم الكيميائي بأخذ عينة عشوائية من الدواء من آلة التحبيب لإجراء تجارب من أجل مراقبة جودة الدواء لتأتي بعدها مرحلة مراقبة التركيز نقوم بتحضير محالي محالي كيميائية باستعمال للموت أوبراطور للموت أوبراطور باليدي باستعمال هذه المحالي نضعها في هذه الآلة ومنها نستخرج تركيز الدواء المنتج على مستوى المؤسسة تأتي المرحلة التالية معيدة إصطناعية تقلد معيدة الإنسان قام بالمراقبة بعد التحبيب بعد التحبيب الإنسان معيدة إصطناعية نقوم بتحليد المراحلة التحليل من الدواء في الجسم هنا هذا يعتبر كأنه معيدة إصطناعية لذا كانت إصطناعية يبيننا المدة المدة الزمانية التي استرقها الدواء المترجمات لا يزالحة الهواء لدينا بعض المكترات التواصل عن درسنان على خالص وليس تحليم لدينا الشراء الجامجة للشتركز التعالي إلا شعور اللعغة باستعمال سبكتروفوتومتر UV لدينا أخرى معيار الثاني نستعملوا لديسولوتات لكي نعرفوا كمية ومدة زمنية لتحلل هذا الدواء نراقبوا الشكل التاعه بالعين المجردة نراقبوا النوعية الميكروبيولوجية يقوم المخبر بعرض دفتر التسجيل إلى مخبر مراقبة المواد الصيدلانية هذا الدفتر يحمل جميع الشروحات لكل التجارب التي أقيمت فإذا تم المصادقة عليها يقوم المنتج مرة ثانية بعرض جودة وتوافق كل مجموعة الأدوية ليتم تسجيلها في برنامج خاص يحتوي على كل سمات هذا المنتوج الصيدلاني ومنه عرضه إلى السوق فالمهام الرقبية التي يقوم بها المخبر تندرج ضمن تحقيق المحاور ثلاث التي تتعلق بجودة الأدوية أهميتها على صحة المستهلك وفعاليتها نظم طلبة متطوعون من جامعة هواري بوميديا للعلوم والتكنولوجيا حملة للتبرع بالدم وهي بديرة تعد ثانية من نوعها منذ انطلاق السنة الجامعية ظاهرة بومريجا حضرت جانبا من الحملة وعدت بهذا التقرير قطر الدم قد تنقذ حياة إنسان هو شعار حملة التبرع بالدم التي نظمها الطلبة لجمع أكبر كمية دم ممكنة لفائدة مرضى المستشفيات اليوم شباب دي الخير ونساه قامت بحملة التبرع بالدم اللي كنا درناها من القبل عندها تقريبا على مؤدن شهرين اللي كانت مع تناسق مع قافلة الآمن واليوم شباب دي الخير ونساه دارت حملة اللي كانت تبرع بالدم اللي كانت في يومين وزعنا هذي الفلاير هذو اللي ندره حملة تحسيسية للطلبة هذي الحملة تحب نتبرها بالدم احنا لبينا نيداء المستشفيات اللي قال لك باللي هناك نقص يعني في البنك تعد الدم يعني هناك ناس تحتاج لهذا الدم بكمية كبيرة بكمية مضعفة احنا يعني كنا بلك همزة نوصلنا لك بما أنه الأغلبية تعد طلبة هنا يتفعلوا مع هذي الحملة تكن على ربي وراهي ما شاء الحال الحمد لله تم تصخير عدة وسائل لإنجاح هذه الحملة من ملسقات دعائية وعمليات تحسيسية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وذلك لتحفيز الطلبة على التبرع نحن عندنا كما نقولون مطويات جميع الأعضاء نعطلهم جموعة من المطويات يغطي جميع أنحاء الجامعة نشرح للطلبة كيفية الإقبال على شاحينات تبرع العمل الخيري دائما نربي باركنا فيه دائما عندنا الوقت نقدر نقسمه وقتنا بين قرائتنا وبين العمل التطوعي عندنا قرائتنا اللي رانا شادين فيها الحمد لله ودائما عندنا الوقت للعمل الخيري جمع الطلبة كمية معتبرة من الدم لكنهم ما زالوا مصممين على الاستمرار في العمل الخيري وتقديم المساعدة لمن هو بحاجة إليها دون أن ينسوا طبعا دراستهم التي هي في المقام الأول يبقى نشر قيم العمل التطوعي وثقافة التبرع بالدم داخل الجامعات عمل إنساني نبيل مصداقا لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نهاية أخبار المجلة متابعة مفيدة مع باقي أركان الحصة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولكل من يرغب في التعرف على سياسة الرواتب